السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الاعزاء طلاب الصف الاول السنة. نهاردة ان شاء الله يا جماعة معنا خصة مهمة جدا. وبسيطة ان شاء الله برضو في نفس الوقت. ان شاء الله هتستمتع بيها جدا. بان احنا كمان جايبينك معنا كل الادوات اللي مطلوبة. ان احنا نشرح عليها. ارجو ان شاء الله ان نستركز معنا وبازن الله هتفهم القصة دي بشكل جيد جدا. قصة طلاب النهاردة ان شاء الله يا جماعة بنتكلم فيها عن حاجة اسمها ادوات القياس في معمل الكيميائي. قبل ما نبدأ بس بشرح ادوات القياس. احب اقول لك حاجة. انه لاجراء التجارب الكيميائية. لاجراء اي تجربة كيميائية او فيزيائية. لابد من اجراء هذه التجارب في مكان مجهز. لازم يبقى المكان مجهز. وتعرف هذه الاماكن المجهزة التي يمكن اجراء التجارب فيها باسم المعامل زي معمل الكيميائي. طيب ايه هي الاختياطات الواجب توافرها في معمل الكيميائي. وده كلام نظر يسهل. ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها في معمل الكيميائي. رقم واحد يا جماعة محتاجين حاجة اسمعها اختياطات الامن والسلامة. يبقى اول حاجة لازم يكون في احتياطات امن وايه? وسلامة. زي طفاية حريق. مصدر للمية. وخلافه اقنعة للوش لو فيه غازات او حاجة زي الكلام ده. دي سمع اختياطات امن وسلامة لازم تكون موجودها في المكان. تماما كده? اتنين مصدر حراري. مصدر حراري يعني حاجة نطلع منها نار. ومصدر حراري ده جماعة اداية كده عندنا اسمها لهب بنزين. بتطلع منها نار. اسمها لهب بنزين. باح مصدر بتاع الحراري اللي ما قد تسمها ما اسموا لهب ايه؟ بنزين. رقم تلاتة لازم يكون عندنا مصدر للمية. يبقى المعامل لازم يكون فيها حتياطات امن وسلامة. لازم يكون فيها مصدر حراري لازم يكون فيها مصدر ايه للمية مصدر اللي هي صنابير. طبعا عشان انا مجيزน نشتغل بمية نلاقي مية نشتغل بها. اما اخر الحاجة المفترض تتوفر اماكن مجهزة يتم فيها وضع الادوات المعملية زي اللي قدامنا دي. ابقى انا عشان نعمل معمل محتاج ادوات امن وسلامة. محتاج مصدر حراري. محتاج مصدر للمية اللي هي صنابير. محتاج اماكن اخطبي فيها الادوات المعملية والمواد الكيميائية. تعالى بقى نبدأ النهاردة في الكلام المخترم. النهاردة بنشرح حاجة اسمها ادوات القياس في معمل الكيميا. وانا النهاردة مش هشرح ادوات كتير انا جايبهم لك كلهم معوه عشان تشوفهم عملي قدامك. تعالى نبدأ النهاردة باول اداء عندنا وبدأ شخاع سهل جدا. اول اداء موجودة عندنا جماعة حاجة انتم عارفينها باسم الميزان الحساس. الميزان الحساس. انت لو سألت اي واحد محترم. هي الموازين بتقيس ايه? هيقولك الموازين بتقيس الكتلة. بس انا بتكلمش عمانة عن اي كتلة. انا بتكلم عن ميزان حساس. بيقولك ايه بقى? الموازين الحساسة او الميزان الحساس? اكثر الموازين الحساسة شيوعا هي الموازين الرقمية. وبيصابوه رقم يا جماعة لان الميزان بيكون فيه شاشة كده بيطلع عليها الارقام. يقولك ديجيتال. تمام? يبقى اشهر اشهر او اكثر الموازين شيوعا هي الموازين الرقمية. واكثرها استخداما ميزان اسمه الميزان زو الكفة الفوقية. ده ميزان من امسلة الموازين الرقمية جماعة. الكفة موجودة الفوق. وهنا في شاشة رقمية انا بشتغل عليها. بمجرد ما انا بشغل بتبدأ عند شاشة يظهر عليها مجموعة ارتاب. احط الحاجة اللي انا عايزة اسهل هنا. بص الكفة الفوق اهي. زي اللي موجودة عند بتاع الدهب. فيقول لك الميزان زو الكفة الايه? الفوقية. يبقى اكسر الموازين استخداما. الميزانزو الكفة يا باش مهندس الفوقية. طب يستخدم في ايه بقى? ده يا جماعة عندنا في المعمل يستخدم في قياس كتل المواد الصغيرة بدقة. بالاس بي كتل المواد بدقة. واحد يقول له انت ميستر محتاج ده? هقول له اه. احنا في نوعظم التجربة الكيميائية بنشتغل به. نص جرام. جرام. اتنين جرام. اقصى حاجة. وبالتالي انا عايز ايس كتل المواد صغيرة. وبالتالي هنا جماعة نقيس. تقاس كتل المواد الصغيرة بدقة. باستخدام حاجة اسمها الميزان الحساس. للعلم يا جماعة ميزان زي بتاع ده. بيقيس اقصى حاجة كمسوميت جرامي. يعني ما ينتعش واحد يستزرق ويطلع يوقف فيه. ويطلع موزن نفسي. تقوزن نفسك ايه? انت بتهرج. ده ميزان حساس بيقيس كتل المواد الصغيرة بايه? بدقة. وبكده يبقى خلصنا اول اداة عندنا. طب. تعالى بقى ننتقل للاداة رقم اتنين. الكؤوس الزجاجية. كل كلمة انا بشرحها بوريه لك عملية. بيقولك الكؤوس الزجاجية اواني زجاجية مصنوعة من الزجاج الباييريكس. ودي عليها سؤال. هم ليه يا جماعة لما بيصنعوا الكؤوس? تصنع الكؤوس دي من حاجة اسمها الزجاج الباييريكس اللي قدامك ده. قال لي والله حتى تتحمل الخرارة عند التسخين. ده نوع من الزجاج معروف اه يا جماعة. زجاج الباييريكس بيقامل الخرارة او بيتخمل الخرارة. يبقى تصنع ده بالنسبة الازهرة. تصنع الكؤوس الزجاجية من الزجاج الباييريكس مش هي بس معظم الاداة المعملية. حيث انها تتحمل الخرارة عند التسخين. بيقولي بقى يا جماعة بعد كده. تكون زاد سعة محددة ومدرجة من اسفل لأعلى. للعلم يا جماعة هو في منهم احجام كتير. انا اجيب لك كزا واحد ان اعرض عشان ما تقولش المصر بيقل عليه. ده كأس زجاجي. سعته الف ميلي. مكتوب عليه ابروكس الف ميلي. يعني تقريبا الف ميلي. ادي واحد. كبير او. ادي واحد اصغر منه. ادي كأس زجاجي. مكتوب عليه متين وخمسين ميلي. ادي حاجة كيوت شوية. جميل الصوان من ده. ميت ميلي. يبقى الكروس يا جماعة. بتكون مختلفة باحجامها. مش كلها حجم واحد. ببص. تكون زاد سعة محددة ومدرجة من فين من اسفل لا اعلى. فعلا التدريج عندي هنا على الكاس عشرين اربعين ستين تمانين ميت ميلي. او التدريج بتاعي. طب فيما تستخدم الكروس الزجاجية? وتستخدم الكروس الزجاجية فيه. الف خلط السوائل والمحليل. لو سيادتك بتخلط او بتخضر اي محلول اخلط باستخدام الكاس. به نقل حجم معلوم من سائل. لو انا مسلا عندي جماعة سائل زي ده عايزا نقلو من معمل لمعمل. ساعات احنا في جوة نفس المدرسة بنشتغل في معملين. بحضر في حتة وبشتعل في حتة. فانا عشان يلقى اي سائل بنقل بستخدام الكروس. واخيرا تستخدم في قياس الحجوم التقريبية. انا ما قلتش بدقة. ده بقيس حجم تقريبي. يعني تقريبا بالنسبة لي مسلا. في الكاس ده السائل اللي موجود ده تقريبا ميتين ميلي. لكن ده قياس غير دقيق. انتبه انا ما قلتش بدقة. يبقى هنا قياس الحجوم التقريبية للسوائل. ده بالنسبة جماعة للجزء الخاص بالكروس. تعالى بعد كده بقى هننتقل لواحد جميل قوي. وهنشرح فيه كزا حاجة. مين هو? حاجة اسمها المخبار المدرك. نبدأ بقى. المخبار المدرك يصنع من الزجاج او البلاستيك. فعلا يا جماعة اللي قدامنا الجميل ده هنجايب لك اكبر حاجة. ده مخبار زجاجي. انا مش هعزف ولا حاجة بس ده مخبار. مالوا بقى المخبار ده. بيقول لك الايه? يصنع من زجاج او من بلاستيك. والله جميل. ده الف ميلي على فكرة. بيجيب لك حاجة حلوة اهو. يوجد منه ساعات مختلفة. ارجوك بقى ما تتحكش وانتوا قدام الفيديو. اصلاة واحد يقول لك يا احنا مش متهار بك. الباشا ده الف ميلي. الجميل ده ارفع مينو شوية. ده خمسمية ميلي. بيجيب لك انا كل حاجة معاه. الباشا ده ميت ميلي. انا مش عارف ايه اللي انا جايبه ده في صراحة. وهدي مخبار خمسة وعشرين ميلي. بص انا جايب لك يعني اتنين الكبار بابا وماما وعيالهم اهو. كلهم موجودين مع بعض. مش موضوعنا. يبقى اول حاجة يصنع من الزجاج او البلاستيك. دي اول حاجة لازم نعرفه. طب الجزئية رقم اتنين. جوجد منه ساعات مختلفة ويكون مدرجة من اسفل لأعلى. واضح انه كله حاليا بيتضغر من اسفل لأعلى. جميل جدا ده مصر. فيما يستخدم قال لي لي استخدامين. الاستخدام الاول قياس حجوم السوائل بدقة. اي سائل حضرتك عايز تقيس حجمه? خطه جوه المخبار وانت تقيس الحجم بدقة مش تقريبي. مسال انا عندي السائل اللي قدامكو ده. وانا عايز اقيس الحجم بدقة. بص انا عملنا ايه? كفاية كده. بس هنا بقى عايز انبه على حاج. ادي السائل قدامي انا. هنا تلتمية. انا بالنسباني شايف انا تلتمية وعشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين. دول تلتمية وسبعين ملي من هذا السائل. اللي موجودون قدامنا في الايناق دول. بس هنا عايز انبه على حاجة يمكن بعض الكتب الخارجية بيتكلم عليها والبعض لا. ايه هي? بصلي بقى هنا كده عن حتة الجاية دي. السائل لما بيتخطي جوه المخبار يا جماعة عشان ينبهكم ما تقولش المسطر ما قالش. بص حبيب. اي السائل لما بيتخطي في المخبار حاجة من اتنين. ده جزء من المخبار. سطح السائل من فوق بيكون حاجة من اتنين. يعني بيكون سطح السائل نازل لتحت كده. اه يا جماعة الجزء اللي فوق بيكون نازل لتحت. بيسموه? دي بيسموه عندنا في اللغة العربية مقعر. بينما لو كان السطح كده يسموه مخدب. دي حتة مهمة بقى وبنسأل عليها نشوف العيل اللي فاهم اللي مش فاهم. ازا كان السطح مقعرا اقول بالعمية بلاش اعماش بعض الناس بتتدقية. وبقى كده هتكلم بسلوب علم. لو السطح نازل لتحت القراءة تأخذ منين? اهم حتة دي. تأخذ القراءة من اسفل. اخر حتة تحت. هي بقى عنيك تتخطي هنا تبص في حتة دي. اهي. طب لو القراءة من اعلى تأخذ القراءة من اعلى. اما بقى لو انت عيل متمكن من اللغة العربية. وانا بصلاح احب اهل اللغة كده. اذا كان السطح مقعرا. فان القراءة تأخذ من اسفل التقعر. من تحت. واذا كان السطح محدبا. فان القراءة تأخذ من اعلى التحدد. تعرف تقولها هي لا? اذا كان مقاعرا يأخذ من اسفل التقعر. اذا كان مخدما يأخذ من اعلى التحديد. واحد قال لي بسار. ايه لي علي? انا اقوله بالسهل. لو السطح نازل لتحت خد القراءة من تحت. هنا هو القراءة. لو السطح طلع لفوق خد القراءة من فوق. واللي العلم يا جماعة. واحدة يسألني هو اللي بيخلديه ينزل لتحت ويطلع لفوق. دي خاصية مش موجودة عندنا استنادي اسمها التوتر السطحي. او اسمها باللاتيني. الانجليز يعني هي اللي بتعمل الحكاية دي. اللي هي تماسك الجزئيات السطح. انا اللي يهميني ان انا اعلمتك. لو السطح التحت خد القراءة من تحت. لو السطح الفوق خد القراءة من فوق. يبقى اول استخدام قياس حجوم السواعل بدفقة. خد بالك بقى من التانية. قياس حجم جسم صلبي غير منتظم الشكل لا يزوب في الماء. مصر? انا شام حاجة. بالطولة خاضر. بصرة معنا. لو الجسم الصلب له ابعاد معروفة منتظم الشكل. يعني مسلا مكعب وعايز تيز حجمه. واحد قال لي سهلة. هتضطوله والعرض والارتفاع. انا فاهم رياضة. طب تعال بقى عشانك بسك. طب لو جسم زي ده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. دي طوبة. غير منتظمة الشكل. تيز حجمها ازاي? قال لك سهلة. بص هنعمل ايه? قال لك لو عايز تيز حجم جسم صلب غير منتظم الشكل. هتعمل الخطوات دي. وانا بشتغل عمل قدامك اوه. هنعمل ايه مستر? بص حبيب قال لي. اول حاجة هتجيب المخبار الايه? المدرج. لأ مش هتيجي هنا. طب نشتغل فين? بلاش نشتغل في ده خالص? ونشتغل في الاكبر. بيقول لك انك لو عايز تيز حجم جسم صلب غير منتظم الشكل. ايس برضو باستخدام المخبار المدرج. واحد قال لي هنعمل ايه بص حبيب قال لي. قد المخبار فاضل. تمام لحد كده? بتقوم جايب كمية مية. اللي هو سائل. اهو. اسأل سؤال بسيط. مين جوه المخبار لحد دلوقتي? قال لي المية بس. دي بيسموها V1. دي اختصار لكلمة volume. وتقوم واخد القراءة كده. بصت هنا. لقيت ان حجم السائل اللي جوه. هنا مكتوب قدامي اهو. متين وعشرين مل. يبقى هنا جماعة حجم السائل اللي جوه امتين وعشرين مل. بص بقى هنعمل ايه? هتقوم جايب الطوبة اللي هو الجسم الصلب غير منتظم الشكل. وتقوم عامل كده. ترميه. فلما ترمى ارتفع سطح السائل فاصبح V2 تقريبا بتساوي امتين وخمسين مل. ثانية واحدة. مين دي بالعربي? دي المية بس. مين دي? المية زائن الجسم. اذا حجم الجسم بيساوي دلتا V. التغير اللي حصل. طب التغير بيساوي ايه? V2 نقص V1. يبقى بص. المية زائن الجسم هما الاتنين اهو. شيل منهم المية اللي كانت موجودة بتين وعشرين. يطلع حجم الجسم تلاتين مللي او اسمها تلاتين سنتيمتر مكعب. ده الصح طبعا. يبقى هنا يا جماعة امكن باستخدام المخبار حاجتين. اقعى تنسى. يبقى اولا قياس حجم جسم قياس حجوم السوائل بدقة مش تقريبا. اتنين قياس حجم جسم صلب غير منتظم الشكل اهم حاجة لقى زوب فين? في الماء. واحد يقول لك هجيب مكعب سكر. يلا يهبل. مكعب السكر لو اتحطها هيدوب. اشتغر فيس الحجم. ده الشرق الاساسي. وبكده يا جماعة دي استخدامات المخبار المضربة. اخيرا يقول لك لديك جسم ما زي البتاع ده. ويقول لك عايزين نيس الكسافة. معلومة بقى. الكسافة جينتو اخدتوها في عداتي. طب الكسافة بتسوي ايه? قال لي الكسافة بتسوي كتلة على الحجم. ايه هي الادوات اللي انت محتاجها عشان تيس كسفته? قال لي حاجتيه. اول حاجة محتاج ميزان خساس عشان اخطه على الميزان وايس الكتلة. اهو. تانية حاجة محتاج مخبار مدرج عشان يقيس الحجم. بالطريقة اللي انا اخبتها. وبمعلومية الكتلة والحجم يمكن قياس حاجة اسمها اللي ايه جماعة? الكسافة. وبكده يبقى شرحنا لحضرتك. اول تلات ادوات من ادوات القياس في معمل الكيمياء. وهي الميزان الحساس. والكبوس الزجاجية. والمخبار المدرد. ونكمل مع بعض ان شاء الله جماعة في الجزء الخاص بادوات القياس. طبعا احنا اخذنا مع بعض التلات ادوات وعتنسى. بنكمل عليهم ان شاء الله باية الادوات. طب بالنسبة للادوات يا جماعة اللي احنا هنشرحها النهاردة او في الباقي. رابع حاجة يا جماعة عندنا حاجة اسمها الدورة الزجاجي. الدوارقة. الدوارقة الزجاجية. جمع دورقة. طب بالنسبة للدورة الزجاجية. هنبدأ بالوصف. ونشرح وللاستخدامات. بيقولك اول حاجة. هواني زجاجية مصنوعة من الزجاج البايركس. اتفاقنا على اللي ما يأتي ليه تفنع جماعة من الزجاج البايركس هترد تاني تقولي. حيث انها تتحمل الحرارة عند التسكين. يبقى لازم يكون بايركس عشان لما تسخل ان شاء الله يتحمل الحرارة. وتنقسم الدوارق من حس اشكالها واستخداماتها. لتلات انواع. دورق مخروطي. ده اسمه مخروطي. اهو الشكل ده جماعة بيسموه عندنا مخروط. ودورق مستدير. دورق مخروطي. ودورق ايه حبيب قلبي? مستدير. واخيرا نوع من الدوارق اسمه دورق عياري. ده اسمه دورق عياري. وهنا نشرح كل واحد دلوقتي. يبقى الدوارق يا جماعة عندنا تلات انواع. دورق مخروطي مستدير وعياري. نبدأ بالاولاني. الدورق المخروطي. فيما يستخدم الدورق المخروطي. بيقولك اول حاجة الدورق المخروطي زي قاعدة مسطحة. اهو مسطح فعلا. فيما يستخدم لازم تتذكر دي. ويستخدم الدورق المخروطي في عملية تعرف باسم عملية المعايرة. وعايز الناس تركز معي عشان لما اشرح خلق دلوقتي عملي او ابدأ اشرح عملي تبقى فاهم. ده بيصرن في عملية ايه? المعايرة. للعلم انا معنا. فعملية المعايرة زي ما هتشوف معي كمان خمس دقايق. عملية المعايرة ايه اللي بيحصل? انت بيكون عندك مادتين? واحدة فيهم اكس دي مادة مجهولة التركيز. يعني احنا بيكون في عملية المعايرة عندنا مادة مجهولة التركيز واحنا عايزين نقيس تركيزها. تعال اعلمك بالراحة. عشرح هيوك لاني مشرخ رياضة. ادي مادة اكس. حجمها معلوم لكن تركيزها مجهول. علامة استفهام ايه. طب احنا بنعمل ايه في الكيميا عشان نعرف نجيب تركيزها? بنجيب مادة واي تتفاعل معها. انا هنا بمعلومية الحجم هو التركيز? وبمعلومية الحجم هنا اقدر اضرب طرفين فقصتين فحيم. متهقلي سهلة. وبكده يبقى انت فهمت معي ان عملية المعايرة هيكون فيها كم مادة مادتين. واحدة معلومة التركيز والثانية مجهولة التركيز. ده بيتحق فيه احدى المادتين. ده بيتحق في مادة مجهولة التركيز. نبقى في عملية المعايرة هو ع واحد اتنسل بيكون عندنا مادتين ودا هيخلينا نفهم كمان fodermchuss انا محتاجين اداتين. اداة هيتحطي فيها المادة مجهولة التركيز وهي الدرع المخروطة. والتانية هيتحطي فيها المادة معلومة التركيز. وهقولك يمين كمان خمس دقائر. يبقى هنا. فيما يستخدم الدرع المخروطي? يستخدم الدرع المخروطي في عملية المعايرة. يقولش المعايرة اسمها معايرة. او اسمها باللاتيني. خش على بعده. تاني حاجة. الدورة المستدير. اول حاجة في الوصف. هو مستدير هو? مدور. زو قاعدة مستديرة. له قاعدة مستديرة فعلا قاعدته مدورة من تحت هنا جماعة. طب وبعدين. يستخدم في ايه بقى? بيقول لك يستخدم في عمليات التخدير والتخدير. اشرح بالراحة. هتاخد في تانية سنة وحبيبي ان شاء الله اللي هيكمل في علمي. هتاخد في تانية سنة وحاجة اسمها جهاز تخدير. يعني مثلا جهاز تخدير غاز. مثلا اسمه غاز النشادر. هتختاك في دورها مستديرة زي كد. يبقى انت وانت بتحضر اي غاز او اجهزة التخدير عموما بيستخدم فيها دورق ملحة مستديرة. اقول ازاك يقول لك عمليات التخدير. واحد يقول لي طب ايه هو التقطير? هتديك مساء. رصح هيبقى له. معك شوية مية بملح. مية بملح. لو حبيبت تفسل الملح عن المية هتعمل ايه? هليها سخن. ولما هسخن المية هتتبخر والملح هيفضل. اقول لي انت شرحته ده? بيسموع المية للتقطير البسيط. والتقطير التسخين عشان افصل حاجتين عن بعض. بيسموعها تقطير. يبقى تاني. حتى كلام موزول. يبقى يستخدم الدورة المستدير في عمليات التخدير والتقطير. اعظم الكلام كده سهل. وعرفنا يعني ايه تخدير? يعني ايه تقطير. بينما اخر الدورة عندنا. الدورة العياري. والغلطة اللي بتقعه فيها وصح هو لي كيه? العياري في المعايرة. روح يا لك. بيسموه عياري لانه بيطلع لك محلول معلومة تركيز. وكلمة از تركيز ويعني عيرو. فيسموه دورة عياري. اول حاجة بيقول لك ايه في الوصف? يعلو انتفاخه علامة تحدد السعة الحجمية. فعلا هنا جماعة عندي في علامة بتحدد السعة الحجمية موجودة هنا. خيص? مالها بقى? يستخدم في ايه? تخضير محلول قياسية. ولما بقول لك محلول قياسي يعني محلول معلومة تركيز. اي محلول يا جماعة بيكون معلومة تركيز بيتسموه قياسي. واحد قال لي ليه? قلت له عشان هو اللي بيقسلك تركيز اي حاجة تاني. فلو انا معلومة تركيز سميني محلول قياسي لان انا اقدر اقسلك تركيز اي مدى مجهولة زي ما انا شرح في المعايرة تاني. يبقى تاني اوبعة تنسى? الدوارق تلاتة. مخروطي. مستدير. عياري. المخروطي في عمليات المعايرة. المستدير في التحضير والتقطير. والعياري يستخدم في تحضير محلول قياسية. يعني محلول معلومة التركيز. وفرق بين تحضير محلول ووس ومحلول معلومة التركيز. تستخدم في تحضير المحلول. الكروش الزواجي. لكن يستخدم في تحضير محلول معلومة تركيز. اه? يبقى اي يا جماعة? يبقى عندك الدورة العياري. وكده يبقى خلصنا الجزئية الخاصة بالدوارق. تعال بقى ننتقل على حبيبت الكل. وست الكل. السحاحة. وقبل مشبح هي ايه? وبتستخدم في ايه? واحد يقول لي ايه السحاحة دي. بص يا ابني. تعالوا نشرح حتة في اللغة العربية. الفعل صح يا سح فهو سحاحة. ايه الكلام الجامل ده من السح. بص يا ابني. في اللغة لو عايز تتأكد كلمة يسح يعني بينزل منه السائل قطرة قطرة. لما السائل يبدأ ينزل قطرة قطرة من اي حاجة. يبقى الادة دي بتسح. يقولك كده. ولزلك يقول احد الشعراء عن البقاء يعني يقولك دعني اسح دموعا لانقطاع لها. فهل عسى عبرة منها تفلصني. مش فيها بحاجة انت. ملكش دعوة. المهم ان كلمة يسح دي يعني ينزل السائل منه قطرة قطرة. الادة اللي قدامنا دي اللي انا هشرحها ان شاء الله دلوقتي هي دي اسمها السحاحة. طب نبدأ اول حاجة حبيب قلبي بوصفها. السحاحة دي بقى جماعة بالنسبة للوصف. شكلها عامل ازاي? تعالى نبدأ اول حاجة نوصفها لحضرتك. وانت اللي هتشوف كل كلمة انا هقولها. انت هتشوفها بعنيك. هذه يا سيدي السحاحة. تعالى نبدأ بالكلام وهزبط لك ان الكلام صح. انبوبة زجاجية مفتوحة الطرفي. واحد قال لي لا دي مقفولة. اصبر بس. ما تخافش. قمت انا شايل الحتة اللي تحت كده. اهي. يلا بص. نبدأ نقرأ ونبص. انبوبة زجاجية مفتوحة الطرفي. ممتاز فعلا انبوبة زجاجية مفتوحة الطرفي. بص. مزودة من اسفل بالصمام تحكم. واحد يقول لي احنا في ايه هزعل. مزودة من اسفل بايه? بالصمام تحكم. اهو. فعلا مزودة من اسفل بالصمام تحكم. صعب لحد كده الوصف? نكمل الوصف. الفتحة العليا لملء السحاحة بالمحلول. لو حبيبتوا خط اي محلول جواها. هنبدأ نملة من الفتحة العليا زي ما هوريك كمان شوية. ماشي. طب والفتحة السفلة. قال لي والفتحة السفلة للتحكم في كمية المحلول عن طريق الصمام. كمية السهل اللي هتنزل منها بتحكم فيه ازاي? عن طريق الصمام التحكم اللي تحت ده زي ما هتشوف كمان شوية. حلو كده? التدريج انتبه. تدرج من اعلى لاسفل. انتبه لان كل الادوات اللي شرحناها لحاجة دي وقت كانت من اسفل لاعلى. الاستاذة دي مدرجة من فين لفين? من اعلى. الصفر فوق اهو. حيث يبدأ صفر التدريج بالقرب من الفتحة العليا. فعلا يا جماعة الصفر هنا والله. وهقول لك ليه دي الوقتي. بينما ينتهي التدريج تحتي هنا قبل صمام التحكم في البزئية دي. طيب يبقى انا كده وصفتها. انا بوا زوجية مزودة من اسفل بصمام. تحكم. الفتحة العليا لاضافة المحلول زي ما هنشوف كمان شوية. والفتحة الصفلة للتحكم في كمية المحلولة عن طريق الصمام. تدريجها اوعى تنسى وهقول لك ليه من فوق لتحت. تدريجها يبدأ من اعلى. اهو الصفر قرب الفتحة العليا. بينما ينتهي قبل صمام التحكم. طيب. فيما تستخدم قياس ونقل حجوم السوائل بدقة. مثل عملية المعايرة. يبقى دي تانية الحجم المعايرة مسائل بس بدقة. بالنقطة لو عايز. بدقة زي ما انا بنابك. بس استنى عملية المعايرة. كده يبقى عملية المعايرة اللي كان مركز فيها اداتين. بص بقى معايا. اول حاجة عشان تشتغل. عشان دي هيجع عليها سؤالة عالي دلوقتي. ما فيش حاجة اسمها تشتغل والسحاها في ايدك. اه ايه ده ميستر اللي انت بتعمله? اه دي اول حاجة صديق المحترم. ايه بقى اللي انا عملته ده? السحاحة بتسبت على حاجة اسمها حامل زو قاعدة معدنية. وده اول سؤال عندي. يقول لك علم لما يأتي. تسبك السحاحة على حامل زو قاعدة معدنية اثناء القياس. انت ليه بتعمل كده? بص بابا. لو انت مسك السحاحة في ايدك ممكن تميل كده. يبقى القياس غلط. او تميل كده? غلط. اي ميل فيها غلط. يبقى السحاحة وهي بتقيس لازم تبقى عمودية. ولذلك نرد بقى على السؤال. علم لما يأتي. تسبت السحاحة على حامل زو قاعدة معدنية اثناء القياس تبقى الاجابة. وذلك للحفاظ على وضعها العمودي. ينحفظ على الوضع العمودي اثناء عملية القياس. لاعطاء نتائج دقيقة. دي الفكرة كلها جماعة. طب تعال بقى نشوف. طبعا انا مش هشرح مسيل المعايرة ولا حاجة. انت قلت بتخط المحلول من فوق. وعلى فكرة اميك انا اخط المحلول بطريقة تانية اوان غالب كمان شوية. انا هنا بخط المحلول. طبعا انا اقافل السماء من تحت. باملى لحد فين? باملى لحد الصفر حبيبي. هدي نعمل املة 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 طبعا بعد ما المستر وصل لصفر التدريج بقى هنعمل ايه? مين اللي بيتخطي فوق عشان بقى اللي عايز يفهم كويس? المجدة معلومة التركيز توضع في الصحاحة. طب المجدة المجبولة اللي مركز معايا لسه واخدينها. توضع في الدرق المخروطي تحت. كده. الشكل اللي انت شايفه ده. حلو? ونبدأ بقى المعايرة ازاي? بص. ببدأ افتح سمام التحكب بالراحة. فلما ما ابدأ افتح السمام هتشوف بقى الصحاحة وهي بتنزل السائل نقطة نقطة. بص? انا هفتح اسرع شوية عشان الناس يشوف. اهو. اهو. كده. اهو بص. بينزل منها السائل قطرة قطرة على فترات زمنية متساوية. وانا بتحكم فيها على فكرة. اهو. يبقى هنا نقل حجم معين من سائل بدقة. هوريكوا بقى حتة جماعة فظيعة قوي. ده انت لو فيه نقطة معينة حبيت انها ما تنزلش قلت كفاية كده تقدر توقفها. بص انا هعمل ايه دلوقتي? ايه الدقة دي? هنا في نقطة والله جماعة انا ما نعطيها انها تنزل. اهيه. النقطة دي بص شو بتتحكم كنترول عالي جدا. فانت هنا بتتكلم على نقل حجم معين من سائل بدقة. يبقى هنا جماعة تستخدم فيه السحاحة. ويبقى استنى. فيه كم ادال حج دلوقتي بيستخدمه في عملية المعايرة? قال لي براب معينة ادتين. قال لي السحاحة توضع بها المادة معلومة التركيز. والدورة المخروطي توضع به المادة مجهولة التركيز. وكده يبقى وصلنا للاداة رقم خمسة. وهي السحاحة. ننتقل بعد كده جماعة لاخر ادتين عندنا ان شاء الله. ولبقى كده خلصتها ادوات القياس. ونكمل مع بعض يا جماعة ان شاء الله في الاداة رقم ستة من ادوات القياس في معمل الكيميا. طيب الاداة رقم ستة جماعة عندنا اسمها المصة. مش المصاصة. المصة يا جماعة عيد. عشان بنزعل والله. طيب تعالي نبدأ نوصف المصة. ونقول في مارسة عدم. المصة. همجوبة زوجاجية ما افتوحة الطرفين. بس بص ما في هالصمام تحكم. اهي. نسمع المصة. همجوبة زوجاجية ما افتوحة الطرفين. ممتاز جدا بس. مالها بقى. بعضها زو انتفاخ. حتة دي كده منتفخة عشان يمنع السائل ان هو ينزل. طيب. وبعضها زات انتفاخين. يكون فيها انتفاخين. وديل اقصر شيوعا. الانتفاخين دي جماعة بتمنع السائل ان هو ينزل بقوة. طيب يبقى هنا بعضها زو انتفاخ وبعضها زات انتفاخين. جميل. بعض انواعها مدرج ومحدد السعة الحجمية. يعني اللي ما في اداية دي جماعة والله هي مدرجة. صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمامية تسعة عشرة. مم. ومحدد السعة الحجمية مكتوب عليها فعلا عشرة ملن. طبعا مش هادر اقربها لك بس هي فعلا مكتوب عليها عشرة ملن. مالها بقى? ومدون عليها نسبة الخطأ في القياس. تصدق صح? والله جماعة مكتوب هنا قدامي. مكتوب قدامي. واحد من مية في كل عشرة. يعني ايه? كل ما تاخد بدي عشرة من مية مل. عشرة ملي? عشرة ملي. في واحد من عشرة ملي غلط. زيادة او ناقص. يعني ايه ده مصر? يعني هي فيها خطأ وانت عارف? اه يا بابا. اي عملية قياس والكلام اللي هتقدره الفيزياء? لابد ان تحتوى على نسبة خطأ. فهو هنا بيقول لك ان نسبة الخطأ تقريبا واحد من عشرة ملي في كل عشرة ملي. يعني في كل عشرة ملي في جزء من مية تقريبا بيروح. حلو. يبقى هنا مدرجة محددت الساعة الحجمية ومدون عليها نسبة الخطأ. فيما تستخدم معوريك دلوقتي? تستخدم لقياس ونقل حجم معين من محلول. ازاي? من ضمن استخداماتها اللي انا مرضيتش اواريها لك ساعتها. نكتمل بها الصحاح. احنا لما بنخش المعمل. الطريقة دي غالبا بتكون سيئة فيه. انا ممكن ولا بحط كده لو ده هتهزت اوقع. فيقوم عامل ايه بقى هو? بص انا هشتغل ازاي? هقوم جاي بالمقصة دي. واعمل كده. وقوم تسحب الساعة. بص بقى طول ما انت اصبعك محطوط فوق. الساعة ما بينزلش. واحد يقول لي ايه? افهمك يا بتاع الكيمياء والفيزياء. لان ما فيش ضغط هوا. ما فيش هوا داخل. طول ما ما فيش هوا داخل الساعة مش هينزل. بص التحكم وعمل ازاي? تحكم بصباعك بقى. بمجرد ما تشيل سباعك الساعة اللي يبدأ ينزل. بص. هاو. 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 هي دي كده. فانت بتعمل ايه بقى? قياس ونقل حجم معين من ساعة. انا لما احب بعملها الساحاحة المفترضة بعملها كده. بص اعمل ايه? اجيب المصة. واطلع لأول الساحاحة من فوق. كده. بص. ودخل كده. واقوم فاتح. من فوق. فيبدأ الساعة ينزل زي ما انت شايف. يبقى هنا. في ده كده المصة تخش في المعايرة. اه يبقى كده ادوات المعايرة. مصة وسحاحة ودورة مخروطة لحد دلوقتي. حلو ايه. يبقى تستخدم المصة في نقل نقل لقياس ونقل حجم معين من محلول. طب تعال بقى. بيقول لك ايه كمان? بيقول لك في بعض انواعها بيكون مزود بأدات شفت يعني ايه? انت لو شفتيني هنا باسحة ببقى صح? واحد قال لي مسر. طب لو السائل اللي انت جاي تنقله طبعا ده مس سائل خطير ولا حاجة. طب لو السائل اللي انت جاي تنقله سائل شديد للخطورة. زي حمض الكابرتيك المركز اللي نسمي مالة نار. لا ما ينفعش تشفر بقى. بنجيب لك حاجة اسمعها مصة مزودة بأدات ايه? شفت بتشفط لوحدها. يبقى هنا يقول لك علم. لابد من وجود مصة مزودة بأدات شفت في المعامل المدرسية. ايه هو استخدام المصة المزودة بأدات شفت مش دي بقى? يبقى الاجابة? هيستخدم في نقل السائل شريط لخطورة. يبقى انت لو بتنقل السائل عادي هفوش خطورة? يشفط زي ما انا عملت بقى قد كده. من غير اداة شفت مصة عادية. لو هتنقل سائل شريط لخطورة لابد من استخدام مصة مزودة بأداة شفت. وبكده يا جماعة يبقى خلصنا الجزء رقم اتنين اللي هي المصة. طب اخر حاجة بقى اخر اداة قياس عندنا. هناخد حاجة اسمها ادوات قياس الاس الهيدروجيني او حاجة اسمها البي اتش. بص رمع. اسمه الاس الهيدروجيني صح. اسمه الرقم الهيدروجيني. اسمه البي اتش. تعال فهمك براح. طب وده بيعملوا بي ايه? بص حبيب المحترم. خضرتك اخدت في اعدادي ان المحليل بتنقص من ثلاث انواع. حاجة اسمها خامضي حامض اسد. وحاجة اسمها قاعدي بيز. وحاجة اسمها متعادل اللي كان بيدرس باللاتيني كان بيقول ميوترال. لا. يبقى انا اي سيليوشن عندي يعني محلول هيكون حاجة من ثلاثة. يكون اسيدك. يكون بيز. يقيم يكون يوترال. خامضي قاعدي متعادل. طب احنا بنعرف منين ان هو خامضي او قاعدي او متعادل. ده ميتم عن طريق حاجة اسمها قياس البي اتش. تعال الاول نقول ايه هو البي اتش? ونقول ازاي بيت اس. اما بالنسبة لايه هو الرقم الهيدروجيني او البي اتش? بيقولك هو اسلوب او طريقة للتعبير عن تركيز ايونات اتش. يبقى الاس الهيدروجيني ده طريقة بنعبر بها عن تركيز ايونات اتش في المحليل. لتحديد نوع المحلول اهميته جماعة. لتحديد نوع المحلول هل هو خامضي ام قاعدي ام متعادل. يبقى اهمية القياس الاس الهيدروجيني عشان احكم سيادتك حامضي ولا قاعدي ولا متعادل. طب افكركم بقى حاجة وده معلومة اصلا كانت موجودة في عادات. واللي مش فاكر انا معاك. تدريج البي اتش ده يا جماعة بدايته بالصف ونهايته الاربعتاشر. يبقى التدريج نفسه. المقياس بتاع البي اتش بيبدأ من صف وينتيبه الاربعتاشر. منتصف التدريج بالزبط سبعة. بص بقى حبيب. لو بي اتش تقطع بسبعة يبقى انت متعادل نيوترل. يبقى المعادل المتعادلة بتاعتها كام? بتسوي سبعة. اي رقم اقل من السبعة في اتجاه السفر. جماعة انا كلامي واضح. انا ما قولت السفر. اي رقم اقل من السبعة في اتجاه السفر تبقى حامضي. يعني اقل من السبعة في اتجاه السفر. ركز. ستة ونص حامضي. ستة حامضي. خمسة حامضي. خمسة وربع حامضي. اربعة حامضي. اتنين حامضي. واحد حامضي. اي رقم اقل من السبعة في اتجاه السفر يبقى انت حامضي? اي رقم اكبر من السبعة في اتجاه الاربعتاشر يبقى انت قاعدة. صعب لحد كده? اقول معلومة كمان مع انها اصلا مشروحة في الباب التالي. بص. يلا بي اتش بسبعة بقى ايه? قال لي حامضي. ركز في اللي جاية بقى. آآ آسف بي اتش بسبعة يبقى انت ايه? متعادل. ركز. طب ستة حامضي. طب راكم الجملة الجاية. خمسة اقصر حامضية. اربعة اكسر حامضية. تلاتة اكسر حامضية. اتنين اكسر حامضية. واحد حمضة قوي. صف اقوى الاحماض. عي المحترم قال لي ما فهمت اصدر. يبقى انت كل ما انت تروح من السبعة في التجاهة السفر. تزداد الحامضي. يبقى اقوى الاحماض بي اتش بكم? بصفر. طب يلا بقى وريني. سبعة متعادل. تمانية قاعدة. تسعة اسمعت ايه? اكسر قاعدية. عشرة اكسر قاعدية. حداشر اكسر قاعدية. قال لي فهمت. يبقى وانت رايح من السبعة في الاتجاه الاربعتاشر. تزداد الصفة الايه? القاعدية. تفهمت دي? كده يبقى احنا عرفنا بنعرف ازاي المحلول الخموضي او قاعدة او متعادل. طب ايه هي الادوات بقى اللي بتقس لنا البي اتش? عندنا اداتين. ادوات البي اتش يا سادزة اتنين. حاجة اسمها شريط بي اتش الورقي. وجهاز بي اتش الرقمي. يبقى انا عندي شريط ورقي وجهاز رقمي. نبدأ الاول بالشريط الورقي اللي بقولك بيستخدمه ازاي? لان هو للأسف مش معانا. بس سهلة اوي. هي بتبقى حيطة ورقة. الورقة دي بتقوم انت جايبها. تخطوها في المحلول. الورقة لما تتخطي في المحلول لونها بيتغير. بعد ما لونها يتغير. واحد قال لي طب انا كده عملت ايه? استنى بقى. بيكون معنا ورقة تانية كلها دواير. اللي هي عاملة ازاي? تخيل بص. ورقة كده بالمنظر ده. ومتقسم عليها الالوان. صف واحد اتنين تلاتة اربعة. مسلا خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اتشار 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 تبدأ بقى تاخد الورقة اللي لونها تغير دي. وتبدأ تخركها يمين كده واشمال. لحد ما توصل للون الورقة ده شبه مين? تلع شبه اللون اللي هنا يبقى بي اتش بخمسة. وبالتالي كده يصبح المحلول خبط. يبقى شريط الورقة التانية بتخط الشريط في المحلول فيتغير لونه. ويتلم تحديد قيمة بي اتش من خلال تدريج من صفر اربعة عشر تبعا لدرجة اللون. تشوف انت درجة اللون. عارف عاملة زي ايه? واحنا تقول لك ايه بستخدم كريم اللي هو بيدي عليه درجات البشرة ده. احصولي على بشرة درجتين افتح. هي نفس الفكرة. احنا نحط الشريط في اللي ايه? في المحلول? فلون اتغير. وابدع اخركوا على دادة الالوان. لحد ما شفت طابق في اللون. او الملولين يتشبه مع بعض اعرف ان دي قيمة بي اتش. بس ايه طريقة غلسة اوي. بص بقى الطريقة التانية احنا ازاي? جهاز بي اتش الرقمي. وانتو اللي هتحكموا مين احسن? طب ما له ده بقى? يغمس القطب الموصل بالجهاز في المحلول فيظهر قيمة بي اتش على الشرقمية. ايه الكلام ده? الجهاز القديم بصراحة وما بشرح على جهاز القديم اوي. انا جايب لك واحدة احدث. ده جهاز بي اتش الرقمي. الجهاز اللي امكان عامل ازاي? شاشة? كويس? ومتوصل بيها قطب او بيسموه السنسر. السنسر ده يتحط في المحلول الرقم يظهر على الشاشة. ده احدث حاجة بقى جماعة. ده احدث حاجة في البي اتش ميتر او جهاز بي اتش. الجهاز ده اهو انا اشغال. في سنسر من تحت. اللي هو القطب بتاعه. او ما انا عامل ايه? خاطت كده? على طول. انا هنا جماعة بنقول لكم اللي انا شايفه. اول مخطيت هنا جماعة طالع بي اتش عندي هنا بيساوي ستة. هحكم على نوع المحلول بقى ان هو حامودي ولا قاعدي ولا متعادل? قدت لي لا طبعا يبقى كده حامودي. لان له اقل من سبعة. سؤال بقى جماعة بالطريقتين اللي انا شرحتهم. ايهما افضل جهاز بي اتش الرقمي? ولا شريط بي اتش الورقي. طبعا اي حاج محترم هيقول لي. طبعا انا مستر الجهاز الرقمي. علل لما يأتي في طلاب الازهر. علل شريط جهاز بي اتش الرقمي افضل من الشريط الورقي. الاجابة يبقى لانه يعطي قيمة مباشرة للبي اتش. بيعده قيمة عرضية على طول. يمكن من خلالها تحديد نوع المحلول. من حيث كونه حامودي او طاعدي او متعادل. وللعلم يا جماعة بتوعي الاحياء كمان او يقول لك البيو كيميستري للكيميا الحيوية بيحتاجوا الكلام ده قوي. يقول لك علل اللي ما يأتي. اهمية قياس الاس الهيدروجيني في التفاعلات البيو كيميائية. طبعا ده هم جدا. لتحديد نوع الوسط. هل هو حامودي او قاعدي او متعادل. يعني معلومة زي ده لي. وعملية الهضم اللي بتتم في المعدة تتم في وسط حامض. فاحنا بنقيس البي اتش عشان نشوف ايه انصر ظروف لعملية الهضم. وبالتالي جماعي يبقى للمرة الاخيرة. البي اتش نفسه بنعبر بيه عن تركيز اتش عشان نعرف المحلول حامودي ولا قاعدي ولا متعادل. دي اول حاجة. طب ادوات قياسه. قبل ما نقول ادوات القياس التدريج بيبدأ من صفر الى اربعتاشر. لو انت سبعة تبقى انت متعادل. هاي رقم اقل من السبعة في اتجاه الصفر حامودي? هاي رقم اكبر من السبعة في اتجاه الى اربعتاشر تبقى قاعدة. ادوات القياس اتنين. شريط ورقي وجهاز رقمي. ايهما افضل للمرة الاخيرة? قال لي لا خلاص يا ميستر الجهاز الرقمي انا تعلمت. طب ليه الجهاز الرقمي هو الافضل? قلنا حيث يعطي قيمة عددية مباشرة للبي اتش. يمكن من خلالها تحديد نوع الوسط. هل هو حامودي ام قاعدي ام متعادل? وكده جماعة يبقى خلصنا مع بعض. ادوات القياس الموجودة في معملة الكيمياء. دونتم في امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.